من المقرر أن يزدر القضاء الجنائي في الهند اليوم حكمه على أربعة من المدنين في قضية اغتصاب طالبات في نهاية العام الماضي وقبل يوم واحد من اتزار المحكمة حكمها في القضية طلبت عائلة وطالبة ضحية الاغتصاب الجماعي في نيودلهي أمس بالحكم بالعدامة على المتهمين الأربعة في القضية بينما كان قد تم العثور على متهم خمس مقتولا في زنزنته في مارس الفائت وكانت طالبة العلاج الطبيعي البلغة من عمر 23 عاما قد تعرضت لاغتصاب الجماعي وللضرب على متن حافلة في السادس عشر من ديسمبر الماضي في نيودلهي ولقيت حتفة بعد الواقع بأسبوعين وكان الاعتداء قد أثر موجة اختجاجات واسعة دفعت الحكومة إلى إدخال تغييرات عدة على العقوبات المنصوص عليها في الجرائم الجنسية في القانون الهندي